السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلن المغرب إسبانيا عن إعادة تشغيل الخطوط البرية والبحرية بين البلدين بما يشمل سبت ومليليا المحتلتين والاستعداد لتنظيم عمرية مرحبة الصيف المقبل وذلك ضمن خارطة طريق مفصلة لإعادة بناء العلاقة بين البلدين بعد عزمة دامت لما يقارب سنة كاملة وجاء هذا القرار ضمن الإعلان المشارك بين البلدين حيث سيتم الاستناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم بما في ذلك الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمهورية والأشخاص على المستوى البري والبحري وتشكل زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب لحظة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة وتحديد الأولويات للاجتماع المقبل عن رفع المستوى المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية وحسب البيانة المشاركة فإن الرسالة الموجهة من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز إلى الملك محمد السادس يوم 14 مارس 2022 والمحادثة الهاتفية بين جلالته ورئيس الحكومة الإسبانية يوم 31 مارس فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين المغربية والمملكة الإسبانية